من الدمام مراسل الإخبارية طارق الغامدي أهلا بك طارق يبدو أنك تتواجد الآن في شركة السعودية للنقل الجماعي يعني في الغد الساعة السادسة من صباح الغد السبت سيبدأ منع يعني تحرك الحافلات بين أو نقل الركاب بين المناطق من خلال الحافلات ماذا عن هذه الجوزية؟ بالنسبة للإجراء الآن طبعا في شركة سابتكو أو شركة النقل الجماعي الآن نحن طبعا لسنا في داخل حرم الشركة ولكن نحن خارج في حد شارع المجاورة وبالتحديد من محطة نقل الركاب من خلال سيارات الأجرة طبعا الشركة بما نشاهد الآن بدأت تقلل من رحلاتها بدأت تعمل احتياطاتها واستعداداتها لأن تبدأ حيز التنفيذ مع السادسة صباحا من صباح غد بإذن الله تعالى في الإجراءات التي أصدرتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع بقية الجهاد طبعا الشيء الثاني نحن الآن في محطة ركاب الأجرة في مدينة الدمام والتي هي مختصة بنقل الركاب إلى مدينة الرياض والخفجي وحفر الباطن ولكن ملاحظ أنه بدأت الأسعار بالذات للسيارات الخاصة التي تنقل الركاب بالارتفاع والاستفادة من هذا القرار وهذا الإيقاف لدرجة أنه وصلت الارتفاع في الأسعار إلى ما يقارب 60% عن السعر الرسمي المتعارف عليه في السوق وهذا يعني يجعل السعرات الأجرة التي هي مرخصة في حرج أنها تدخل في هذا التنافس وهذا العمل الذي قد يسبب لها كساد خاصة في الساعات القليلة التي يمكن الاستفادة منها قبل وقوفها تماما عن الخدمة ودخولها حيز التنفيذ القرار الذي صدر من وزارة الداخلية طارق بعيدا عن هذا الاستغلال يبدو لي من قبل سائقي الأجرة هل تشاهد أن هناك التزام من قبل من تشاهدهم في المكان الذي تتحدث إلينا منه التزام بالاشتراطات الصحية كالتعقيم والتنظيف والتطهير المكان وكذلك الجسم نعم أنا أخذت جولة في بعض الأخوان المنتزمين بالكمامات أيضا القفازات الطبية التي تحمي أيضا المعاقمات لديهم في سياراتهم أو معهم بشكل شخصي يعني يستخدمون بشكل شخصي لتعقيم سواء السيارات أو أنفسهم أو حتى الركاب الذين يكونون معهم أثناء ركوبهم وانطلاقهم إلى أحدى الوجهات التي ذكرناها أنا أشكرك جزيلا شكر مراسل الإخبارية من الدمام طارق الغامدي ترجمة نانسي قنقر